تستمر معاناة العائلات النازحة في مخيمات تفتقر لأبسط مقومات الحياة مع غياب الدور الحكومي في مساعدة النازحين وتوفير المستلزمات الضرورية في تلك المخيمات تبرز أهمية دور المنظمات المدنية التي تعمل بجهود ذاتية لتقديم المساعدات للأسر النازحة منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية كانت وما زالت سباقة في تقديم المساعدات للنازحين في مختلف مناطق العراق حيث قامت بتقديم السلات الغذائية لأكثر من ألف عائلة نازحة في مخيمات الحبانية في محافظة الأنبار نحن اليوم أيضا في هذا المخيم الحبانية في الحملة الثانية وتم بحمد الله توزيع 1150 حصة غذائية على العائلات النازحة الكريمة في هذا المخيم ونظرا لظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها العائلات في مخيمات النزوح والحاجة المستمرة للمواد الغذائية والدواء أكدت المنظمة أن حملاتها مستمرة لدعم وإغاثة النازحين في تلك المخيمات المنظمة مستمرة في دعمها للنازحين حيث وجد النازحون في هذه المحافظة في مخيمات العمرية مخيمات الخالدية وفي مخيمات الحبانية هنا وأيضا في مناطق غرب الأنبار العائلات النازحة عبرت عن شكرها للمنظمة وفريقها الإغاثي لجهودهم في دعم النازحين والوقوف معهم في محنة النزوح الصعبة نشكر منظمة أم القرى الإغاثية الإنسانية لوقفاتها في مخيمات السياحية وفي النازحين هاي مو أول مرة هاي كذا مرة قاعد يوقفون المساعدات يعني قاعد يساعدون النازحين بهذه الشغلات ومع اقتراب فصل الصيف طالب أهالي مخيم الحبانية بتوفير مبردات الهواء والمراوح والماء البارد التي يفتقر إليها المخيم هذا الصيف مجبل عليهم ويحتاجون مبردات يحتاجون برادات ماء شروع أكثر شيء الذول المرضى والله بلك تجيبونا مبردات بنكات وساعدونا بالثلج والماء هاي اللي نطلبها حملات المنظمة وسعيها الدائم لإصال المساعدات للنازحين تعد من أبرز اهتماماتها بهذه الشريحة التي تعاني من أحوال إنسانية متردية تسعى المنظمة للتخفيف عنها ترجمة نانسي قنقر